في العراق الذي يتربع على عرش الدول الأكثر انتهاكاً لحرية الصحافة يدفع العاملون في هذا المجال فمن كل أزمة تمر بها البلاد فهم في مقدمة ضحايا وبمختلف الأشكال والوسائل تبتدئ بتكميم الأفواه ثم الابتزاز فالتهديد والملاحقة القضائية والعشائرية وتنتهي أحياناً بتصفية الجسدية النقابة الوطنية للصحفيين في العراق قالت أنها سجلت مؤخراً أكثر من 43 حالة انتهاكاً للعمل الصحفي في بغداد والمحافظات تضمنت ملاحقة الصحفيين في ساحات التظاهر والاعتداء عليهم بشكل عنيف لمجرد تغطيتهم الأحداث مرسد حقوق الإنسان عبر أيضاً عن قلقه البالغ جراء تزايد الانتهاكات والتهديدات التي تستهدف صحفيين ومدوينين عراقيين على خلفية تغطيتهم الاحتجاجات موثقاً إفادات لصحفيين ومدوينين عراقيين تمحورت حول تعرضهم للتضييق وآخرين تعرضوا للملاحقة من مجهولين ملثمين عبر درجات نارية بعد تراجع حدة الاحتجاجات قانونيون أشاروا إلى نص المادة 38 من الدستور العراقية والتي كفلت حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان دون تقيد أو ملاحقة والعمل على توفير الحماية للصحفيين ماذا لم من ملاحقتهم وتهديدهم إلا أن العكس هو الذي يحدث دائماً مختصون أكدوا أن غيابة الشعات القانونية الضمينة لحرية الصحافة وبقاء القوانين القديمة يعد عقبة حقيقية أمام تطور الصحافة العراقية ويحتل العراق المرتبة السادسة والخمسين بعد المئة من أصل 180 بلداً ضمن لائحة التصنيف العالمية لحرية الصحافة التي نشرها مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام هذا وفقاً لأحصاءات المركز العراقي فإن أكثر من 420 صحفياً عراقياً قتلوا في ظروف مختلفة منذ عام 2003